اشتركوا في القناة لأي يام اللي راحوا علموا لندم على الماضي وجراحوا اللي شفتو قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي علي اللي شفتو اللي شفتو قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي عيني اللي شفتو قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي علي انت عمري انت عمري صباح اللي ابتدى بنورك صباح انت 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 عمري صباح الفل عليكم نورني وشباب زي الورد وشباب زي الفل والنهاردة بقى في الفقرة الاخيرة في صباح دريم كل يوم بيبقى النا وقفة وانطلاقة خفيفة كده وزاقة بسيطة كده مع ولاد مصريين حلوين صوت حلو دندنة حلوة ناس بتحب الموهبة بتاعتها وناس بتشتغل عليها وبتنميها النهاردة معي اتنين نجوم صغنانين ان شاء الله قابلهم نجوم كبار بعد شوية بإذن الله منورني النهاردة ابراهيم عبد المنهم مطرب في دار الأوبرا صباح الفل يا ابراهيم ابراهيم 19 سنة ومركز اول موسيقى عربية وجايزة الصوت الزهبي 2017 من دار الأوبرا وايه كمان منورني محمد ابراهيم محمد موزع موسيقي وعنده 18 سنة يا عزي في كمانجة صباح الفل منورني واهلا بكم خليني ابدأ معك يا محمد الكمانجة دخلت مودي الكمانجة اولا 18 سنة وماشاء الله عليك بتعزف كويس احكيلي حكايتك مع الكمانجة الموضوع بدأ من طريبا من هونا في قول عددي تديت حوار مع المزيكة عموما يعني تديت على الأورج في الطابور الصبح والكلام وبعد كده تديت بقى اتنائل ما بين الآلات ده كان بسبب ان المدرسة التي كانت بتعلمني المزيكة فهلا يعني كان بتدرس لي المزيكة صح مش كمجرد ان انا بقول نغامات لشان يجي حد يسمعها ويقول لي الله عليك وخلص فابتديت بدرسة المزيكة اللي هي درستها لديت ان انا اعرف ان اشتغل على كل قلب اشتغل ازاي ابتديت شو على الجيتار لقلبت انا مندولين اشتغل في الطابور الصبح الطابلة وكل حاجة مشيت كويسة الحمد لله يعني مثلا رسيت في الاخر على الكمانجة فكذا ابتديت انا بقى ادرس الشرقية ابتديت اشتغل شغل سماعي انا اسمع وطلع اسمع وطلع وكذا وبعد كذا مؤخرا انا ابتديت اخد بقى نوتا اكاديمي شوية ان ادرس نوتا والكلام دوت بس فبساعدني في الموضوع دوت كثرة في تربية موسيقية والكلام دوت بيبقى لزيز جدا صوت الذهبي بقى ابراهيم ايه حكايت الصوت الذهبي حكيلي القصة وصلتلها ازاي انا في الابرة من 2013 كنت عادي بغني بطلع حفلات مصرح كبير مصرح صغير ما تحفلتش ام عناوية ما تحفلاتك كتير بس جات مصرحاتك زي مصرحات الموسيقية العربية الحمدلله كانت 2016 خلت مركز اول كانت مفود قصة لنا 17 سنة كانت البداية 18 سنة الحمدلله خلت مركز بعد كيها بالسنة على طول دخلت مصرحات الصوت الذهبي وده خلت فاق اول دي كانت تصفيات كنا حوالي 180 باقي كيها 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 وبس الحمدلله خلت اول ما شاء الله عليك خليني اسمع عايزك تجاهزنا حاجة حلوة كده نسوعها معاك بس عايز اسمع دندانة حلوة كده من محمد سمعنا ايه بقى على الكمانجة الجميلة معاك؟ تعال نلعب الف ليلة و ليلة يوم لبينة موسيقى 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 الناس بتيجي للكمانجا يعني في الحفلات بيبقى تحسن الجمهور جاي عشان الكمانجا اللي بتستشعر ده ولا بتبقى من ضمن المود العام بالنسبة لنا كمصريين ألا من ضمن الآلات كل واحد يعني لما بيجي مثلا يدخل حد يدخل مزيكة جديد مثلا بيجي يقولي أنا عايز أتعلم الكمانجا فبقوله طيب بيقوله مثلا ما انت لغبت بين الكمانجا والبيانو فبقوله انت لما بتسمع الحاجة انت بتحس انت بتقشعر لما بتسمع ايه انها هي الفكرة في نفس الطريقة انا لما لفيت على الالات كتير او اشتغلت عليها جيت في الاخر على الكمانجا سمعت حاجات كتير من الناس من الغربي والشارقي والتركي كمان فلما سمعت كودادو بيطلع من آلة زي دي لأ الموضوع شديني جدا بقى هي نعمة جدا كمان بزبط يعني كل واحد في احساسه برضو ليا في ناس تانية تسمع الكمانجا ماشي تمام انما يجي يسمع مثلا الناي يقولي لا ده حوار تاني فهي كل واحد واحساسه في الموضوع بيبقى عمل ازاي لما بيجي يسمع القلب جاهزت لنا ايه بقى يا زهبي بسألش حلقة ابدا اه تماما ايه ما بسألش حلقة ابدا اه ماشي ما بسألش حلقة ابدا اه ماشي ما بسألش حلقة ابدا ماشي ما بسألش علي ابدا ولا بتشوف عناي ابدا ماشي ما بسألش علي ابدا ولا بتشوف عناي ابدا يا ما نديتو وترقيتو يا ما نديتو وترقيتو انو يريش وي ابدا مبيسألش 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 علي ابدا اقول معني بصول فتنول علي وقالوا قولي اقول معني بصولي فتنول علي وقالوا قولي وازاي بعد ما فرحني بفرح في عزولي وازاي بعد ما فرحني بفرح في عزولي لا ضر على بعد أبدا ولا حني البعد أبدا لا ضر على بعد أبدا ولا حني البعد أبدا يا ما نديتو وترقيتو يا ما نديتو وترقيتو انو يريش وي ابدا ما بيسألش مبيسألش 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 علي ابدا أدني كبير جداً على أنه وصلنا فيه كتدريب كلها بناخد فوكاليز بناخد مشحات نحفظها الأغاني القديمة نطلع حفلات نطبق حاجة زي كده فاليوم فضل كبير جداً على الحمد لله وصلت لنا فيه وبس موصول جداً اشتغلت معهم فترة كبيرة نوي على إيه إن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله سوسنا أنت تسعتاشر سنة أه أعيز بقى أستغل الفرصة دي أعيز أكبر شوية بدأنا كده وما ده يمكن تلعيز تغيل فكرة إن أنا سن صغير إن أنا نايمان ده بيفرق معانا لما كنت داخل مع ناس كبار ولها سن صغير فإن شاء الله عايز أقدم في برنامج موسيكي إن شاء الله بإذن الله تنطلق منه النجومية بقى تعمل حاجة خاصة بك واهم حاجة نحن ناخد مركز أول إحنا بقى لنا كتير ما فيش أي برنامج ناخد في مركز أول كمصر بقى إن شاء الله بإذن الله وبكم وبالناس الحلوى اللي زي هكو اللي بقى إن شاء الله 18 سنة بردو بقى كده المعلومات شعايز يقول إن هوا صغير بقى كده مبقاش تأكيد بقى زلط بزبط بإذن الله يعني نقطة إن أنا أشترك في مركز تنمية المواهي بردو اللي هو بس اللي هو في تربية موسيقية الكاتر هناك لان روحت اتكلمت معهم وكذا مساعدين جدا بيقدموني مساعدة لطيفة جدا في التدريب على النوتة وكده لأن بإذن الله يعني على نقطة الاحتراف الكمانجة شوية الموضوع بيبقى كميل جدا إن في حاجات كتير قوي بسمعها ببقى نفسي إن أنا ألعب حاجة زيها وكلام كده بس نقطة إن أنا بشتغل سماعي بس أسمع وطلع أسمع وطلع أسمع وطلع مش مساعدة فاني شوية عايز تنتج بقى أنت حاجة خصوصة وخصوصا إن أنا بدخل على المجال التأليف حبة فبحتاج إن أنا مثلا أكتب اللي أنا اللي أنا مأليفه دوت نقطة إن أنا أبقى قيل ومسجل ومسجل ومسلا لقدر الله حصل حاجة في التسجيل خلاص دعم فالفاكرة إن أنا أكون موثق دوت بالنوة أو حاجة زي كده بيبقى حاجة كبيرة جدا إن شاء الله أنا بسمع لكم الخير وإن شاء الله أشوفكم نجوم كبار نورتوني إبراهيم عبد المنعم ومحمد إبراهيم صباح الفل عليكم وكده كانت رحلتنا مع حضراتكم وقفنا عند المحطة دي إن شاء الله قبل حضراتكم بكرة على خير لكن هسيبكم بقى مع إبراهيم ومحمد تسمعوا منهم حاجة واختمي بقى حلو كده تسمعونا أي بقى جانا الهواء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة